السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة وفيديو جديد كانت مني يلقاكم باخير والاخير اليوم ان شاء الله سنشارك معكم تحلية ولا اروع بدون فرن بدون سكر بالعسل طبيعي تحلية رائعة ومكونات جد بسيطة وطريقة تحضير ولا اسهل فتابعوا معي الفيديو الاخير وفرجة ممتعة بالنسبة للمكونات اللي غد نحتاج فالتحلية فعندي هنا نصف لتر حليب حليب بارد بطبيعة الحال وغد نحتاج ميزينة او نشط دورة غد نحتاج منها ثلاث ملاعق وغد نحتاج فلون بنكهة الفانيلا ممكن كذلك تستعملوا فلون بنكهة الموز على حسب الضوء ديالكم وكذلك النكهات اللي كيتواتوا مع العسل فممكن نستعملوهم وغد نحتاج هنا يا كما تشوفوا عندي العسل الطبيعي هاد تحلية غد جي محلات بالعسل الطبيعي يعني بدون سكر تقريبا غد جي تحلية صحية هدو هما المكونات فاول شي غد ناخد كسرول غد نوضع فيها هدك الحليب كذلك إذا كان عندكم الحليب مجفف فممكن تستعملوه غد تدوبو ثلاث ملاعق كبار في كأس كبير او في نصف لتر ديال الحليب او عفوا في نصف لتر ديال الماء وممكن تستعملوه في هده التحلية هدي هنا غد نضيف ثلاث ملاعق مملوئين جيدا ديال ميزينة او نشط دورة ممكن كذلك تبدلوها ببودرة الكاسترد او بودرة الكريم باتيسيير وغد نزيد الكيس ديال الفلون الكيس ديال اربع اشخاص هد الكيس الصغير اللي كيجي بيدون سكر غد نضيف هده المكونات وغد نجيب طراب اليدوي وغد نخلطهم جيدا جيدا وغد نضيف ثلاث ملوئين على البارد حتى كي ندمجو لنا هده المكونات وكيدوبو مع الحليب وكنوضعهم على نار متوسطة او نار هادئة مع التحريك المستمر من الاول حتى الاخير باش ما يلسقش لنا هده الخليط في الجوانب ديال الكاسرول حتى كي بل لنا هده الخليط بدكي يعقاده بدكي يتقل وكنطفو عليه هنا كي ما تشوفوا معي فما كنزقوش من التحريك نهائيا حتى كي يعقاد لنا هده الخليط شوية بعد الشكل هدا صافي وكنطفو عليه ودائما كنرفعه على سطح العمل مع التحريك المستمر ومباشرة انو الخليط باقي سخون كنزيدو ليه تقريبا ثلاث ملاعق اكبار ديال العسل حسب الضوق ديالكم ممكن تزيدو وممكن تنقصو فانا استعملت هنا ثلاثة المعلاق اكبار ديال العسل طبيعي بهد الشكل وكنحركو جيدا الخليط وهو سخون باش كيندامج لنا هدك الخليط باش كيندامج لنا جيدا بهد الشكل هدا وكنكونو في هدل اثناء موجدين الكؤوس اللي غادي نقدمو فيهم هده التحلية كؤوس او لازليفات على حسب رغبة ديالكم وفين ممكن انكم تقدمو هده التحلية هادي صافي وكنبدك نعمر او كنملأ في هده الكؤوس هادو فهده الكيمية اعطاتني خمس كؤوس وبعد ما كنملأهم كنخليهم على سطح العمل حتى كيدفاو او لكيبردوا وكتحيد منهم هديك الحرارة ومن بعد غادي ندخلوهم لتلاجة باش هده التحلية كتتماسك وكتشد راسها وكتبرد هنا بعد ما خرجتها من تلاجة كما تشوفوا معايا فهده التحلية كتتماسك وكتشد راسها وكتبرد جيدا فهنا غادي نزينها بدبس التمر ممكن كذلك تزينوها بهذاك العسل اللي ضفته في التحلية الى ما توفرش عندكم دبس التمر باش نبقاه في كل ما هو صحي فغادي نزينها بدبس التمر بهذا الشكل هدا مهم تزين تبقى اختياري على حسبكم تومة كيف ما بغيتوا تزينو هده التحلية ممكن انكم تزينوها صافي بعد ما درت هدك دبس التمر بهذا الشكل هدا فقط باش يعطينا واحد واحد اللون زوين لهده التحلية وكذلك واحد المذاق رائع هنا كان زين بشوية ديال كوكو مهرمش او لا لوز مهرمش ممكن كذلك تزينو باي حاجة متوفرة عندكم صافي فقط كانوضع القليل ديال كوكو مهرمش في الوسط ديال هده الكوكوس ديال التحلية وهدا والشكل كي ما تشوفوا معايا تحلية كتجي اكتر من رائعة فهدل اثناء كذلك غادي نعود ندخلها لتلاجة حتى الوقت ديال الافطار عاد ممكن اننا نخرجوها باش كنتناولوها وهي باردة كتجي منعيشة ليدة بزاف ومدق العسل طبيعي حاضر فيها كتجي لديدة كنتمنى انكم تجربوها وتستمتعوا بها ويلعجبكم فيديو اليوم ما تنسوش اللايك والاشتراك بارتاج مع العائلة والاصدقاء لتعوم الفائدة شكرا للمشاهدة ونتلقاوا في الفيديو الجاي الى اللقاء